السلام عليكم الأخبار عاملية يا ربطون خير ده ان شاء الله يكون تكمله الفيديو اللي فاد هنعرف ازاي نرفع الكود هنطري الاسدي كار اول حاجة نروح للموقع عشان عرف الصيغة سابورتد لو انا جيت هنا كده شوفت في الانترفيس بريفورمانس تمام زي ما هو ما اضح لي انا وقال لي ايه ان السيريال بورد بودريت بيدعم ماكسموم 11 500 طيب ده بالنسبة للكومينيكيشن هو ممكن ندعم اكتر من كده ممكن ندعم اكتر من كده في حالة الابلود فقط تمام منمم 2400 طيب السيريال بودريت اربع بلنات اللي هم التي اكس والاركس والباور و الجراون يوس بي انترفيس ما بيدعمش الو اس بي ما بيدعمش الو اس بي اللي هو صريح الوقت دي ماينس و دي بلاس انه بيدعم الو اس بي تو تي تي ال عادي اللي هو الي و ارت تمام الاس دي كارد سوكت كتب لي هنا ايه ياس بيدعم الاس دي كارد بس تكون الاس دي كارد بصيغة فات 32 تمام و بساب بورد ماكسموم اتنين و تلاتين جيجا فانا انا كده عندي هنا موصل كارد اهو الكارد ده اتنين و تلاتين جيجا تمام فانا فرماتو دلوقتي اقول له فرمات ياس اخترت الصيغة هنا هي الصيغة فات 32 تمام اقول له اوكي كده تمام ما فيش ايه مشكلة هاجي هنا على البرنامج واقول له فايل tft file out هيقول له عايز تسايبه فين لو انا عايز تسايبه على طول هروح جاي مختار كده للمكان اللي هو الكارد واقول له اوكي واقول له out اول ما يخلص هيفتح لي المكان اللي تحفظ فيه الفايل اهو file.tft تمام اهو انت كدت تفتح الفايل ده اللي هيبارة عن شهاية التلاصم تمام تيفتي انا صيغة انت مش تفهمه اصلا تمام بقى اشيل بقى انا هشيل المايكرو اس بي اده او الاس دي كارد واخد الكارت المموري زي ما اون شفت ال الكنكتور ده هتروح توصل الاس دي كارد بتاعك في المكان ده وتفصل الباور وترجعه تاني هتلاقي الشاشة بتعمل اللودينج وتعد من صفر الحد مية اول ما يقول لك انها خلاص عملت بيرن الكود كامل ومفيش اي مشكلة هتشيل الاس دي كارد وتفصل الباور وترجعه تاني لو انت فصلت الباور وترجعه تاني والاس دي كارد موجود في الشاشة كل مرة هتعمل تاني ابلود للكود من اول و جديد تمام فانت بتحط الكارت وترجعه يبدأ اعمل ابلود للكود تشيل الكارت وترجع الباور تاني اشيش تشتغل معك بالجيو اي الجديد اللي انت نزلته عليه تمام وكده هيكون خلصنا فيديو النهاردة اللي هو ازاي نرفع الكود عن طريق الاس دي كارد تمام شكرا